أينشتاين واحد من أشهر علماء القرن العشرية ومن أسكى الشخصيات في التاريخ البشري كامل أنتوني فلو بعد ما دفع عن الإلحاد بشراسة لمدة خمسين سنة تراجع عن إلحاده وكتب كتابه There is a God هناك إله اللي جمع فيه أدلة ومقولات من مشاهيره وحتى من ملحدين وبيستدل بيها على وجود إله ومن المقولات دي مقولة أينشتاين اللي بيقول فيها أي شخص باحث بجدية في مجال علوم الطبيعة لا يمكن له إلا أن يقتنع أن قوانين الطبيعة تقتضي وجود روح أو عقل أكبر بكثير جدا من الإنسان وتجاه هذه العظمة مقارنة بضعفنا واجب على الإنسان أن يتواضع إيه عم طريق الكلام اللي الرجل ده بيقول هبستطارك يا حبيب أخوك الإنسان بشكل عام فطرته الطبيعية أنه هو تابع لحاجة أكبر وأعظم منه ألا وهو ربنا عز وجل اللي ما سبش زمان أو أمة إلا وبعث فيهم رسول أو نبي يرشدهم ويدلهم على طريق الهداية لكن الإنسان ده عنيت جدا يا أخي عارف أنت الدبانة اللي تقف على ودنك وما تمشيش ومهما تهش فيها أو الإنسان أعند منها وممكن يحرف ويلعب ويغير أي حاجة ويطلع له دين جديد دين ممكن كان في يوم من الأيام دين صحيح مبعوط من ربنا للإنسان لكن الإنسان لازم يحط الطاتش بتاعه وفي فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن أديان قديمة وغريبة شوية منها اللي عافع عليه الزمن ومنها اللي لسه موجود وهنبتدي بدين في شكوك حاوله إنه ممكن يكون في يوم من الأيام كان دين صحيح من ربنا لكن تم تحريفه قالها وهي الديانة المجوسية صح صح لكده بقى وفوق دماغك معايا عشان فيديو النهاردة تقيل ومحتاج دماغك الألمزات تنور معايا ويلا بنا نخش في الفيديو نخش في الموضوع على طول نخش في الموضوع المجوسية واحدة من أقدم الديانات في العالم عمرها أكتر من 3000 سنة وكان بيدين بيها أهل إيران وما حولها اللي هما الفورسي يعني اللي كانوا قوة عظمة في العالم لفترة طويلة من الزمن عندهم بقى في المجوسية دي إله واحد واسمه أهور مازدى أهور مازدى يه؟ اسمه ايه؟ انت لسه تستغرب معايا ده احنا لسه نقول بسم الله أهور مازدى ده يعني الإله الحكيم مسبب الخير المطلق واللي ما بيسبش أي شرق ياه كل ده قالوا في كلمة أهور مازدى دي بس مطارق أمو الحضرتك فاكر ايه يا حكي في المجوسية عندهم نبي اسمه زرداشت وبيؤمنوا ان عرج للسماء وفي للإله الحكيم بتاعهم ده ست مساعي ولكنهم مش قليها يعني حاجة كده زي الملايكة وعلى الرغم من ان نبيهم زرداشت قال ان الدين المجوسي أقدم من زرداشت ده نقدر نقول ان زرداشت ده عدل وغير وجدد على الديانة المجوسية وبقى اسمها الزرداشتية ولكنه نادي يوفينتوس أما عدل الشعار بتاعه من ده لده وبمناسبة يوفينتوس طبعا حبيب أفكرك يا حبيب أخوك بقناة الكورة الجديدة اللي أنا عملتها هسيب لك الرابط بتاعها في صندوق الوصف نرجع لموضان في اعتقاد بقى يا صديقي عند أغلب الناس ان المجوز بيعبودوا النار وده اعتقاد خاطر طيب ليه غلط يا عمي طارق لا أصبر بقى يا سيدي جاينا في الكلام مش بتطلبوني اللي أنا أعمل فيديوهات طويلة سيبني أحكي لك بقى وأعبر عن كل اللي في نفسي بس ما تزهقش مني بس سوم الفيديو واعمل لايك والشارك في القناة بالمرة الاعتقاد غلط والناس أغلبها صدقته لأن النار بالنسبة للمجوز لها حرمة عظيمة وده عشان النار عندهم مصدر الضوء والطاقة وهرمز ده إله النور والحكمة وعشان كده الجحيم المجوز مش زي الجحيم المعروف نار وحر وعذاب لا 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 جحيمهم عبارة عن مكان مظلم شديد البرودة وفيه حيوانات مفترسة هيلعبوا عريس وعروسة مع اللي يدخل الجحيم ده ويوم الحساب عندهم بيتحقق لما إله الخير أهرمز ده بينتصر على إله الشر أهرمان ولكنهم بلعبوا مصرعة على حزام في الـ WWE بس تستنى بس عليها عم طاري أنت لسه مش من شوية أن انت قال إن هم إله واحد وماميل أهرمان ده كمان المجوز زيها زي أي ديانة تانية فيها مذاهب واختلافات وأهرمان عند جزء كبير منهم كان إله الشر ولكنهم مش بمرتبة أهرمزاد لا ده أقل منه بكتير بعضهم بيعتبر أهرمان ده هو الشيطان وسبب كل أذى وشرور العالم ولكنه مش إله قبل الإسلام كانت الزرداشتية دي هي الديانة الرسمية لأحد أقوى الإمبراطوريات في العالم وقتها بلاد فارس اللي هي إيران دلوقتي لكن مع الفتح الإسلامي اختفت الديانة دي والفاروق عمر بن خطاب رضي الله عنه هو اللي أطبأ نار فارس عشان كده المجوز فضلوا حقضين على عمر بن خطاب لحد ما قتلوا أبو لقلق المجوزي طب هل المجوز دول أهل الكتاب زي اليهود والنصارى يعني؟ أغلب العلماء بيعتبروهم مشركين وهم برضو عندهم إلهين فهم مشركين كده كده لكن على أي حال إحنا ما يشغلناش الكلام ده في معتقدات الزرداشتيين الروح تهيم ثلاث أيام بعد الوفاة وبيتدعوا إنهم بيعرفوا بعلم الغيب وبيتنبقوا بالمستقل وبينزل لهم أنبياء ما شاء الله يعني ربنا يزدوا يباري لكن عددهم حاليا أقل من مئة ألف وبيتوزعوا ما بين إيران والهند وده رقم أوليل جدا ده أقل من عدد اللي بيتفرجوا على الفيديو ومن غير ما يشتركوا في القناة مش عارفوا الزرار اللي الشتراك بيتكهرب ولا إيه ما تشترك يا عم انت وهو وشار الفيديو كده مع أصحابك وبتاع ويلا نكمل الكلام عن جددنا الفراعنة أشهر وأكتر حضارة مثيرة للجدل قبل التاري في اعتقاد سايد عند معظم الناس وخصوصا اللي مش مصريين أو مصريين والله إن الفراعنة اتدعوا الألوهية لكن يا حبيب أخوك اللي اعتقاد ده غلط مش صح حضارات مصر القديمة امتدت على مدار أكتر من 7000 سنة انت بتخيل الرقم يعني فيه ديانات جدت وديانات مشت لغات جدت ولغات اختفت وفرعون سيدنا موسى هو الفرعون الوحيد اللي اتدعى الألوهية حتى في أثناء فترة حكمه كانت موحيدين ومؤمنين بالله زي زوجته أسيع اللي ربنا قال عنها في القرآن وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعملك ونجيني من القوم الظالمين وعندنا برضو معشطة بنت فرعون الناس كتير متعرفش قصتها اللي كانت مؤمنة بالله فرعون أتل جزها وأولادها كلهم قدامها وبعدين أتلها يا كمان وقبل سيدنا موسى وقصته مع فرعون كان فيه أنبياء في مصر زي سيدنا يوسف علي السلام اللي كان نبي وكان وزيفه مصر فأكيد مش نبي ووزير والشعب بيعبد الأحجار يعني مش منطق في مصادر تانية كتير بتأكد إن المصريين القدماء كانوا في وقت من الأوقات موحدين زي كتاب الموت اللي فيه نص بيقول وع وعو ننسنو لا ما تشتمش كله للأب والأم على المطار اسمع بس أفهمك الكلام ده معناه أنه واحد أحد ليس له ثاني أنا بيعبده إله واحد بس فيه نص محفور على الأهرام وبيقول يانوك نتر وع وعو حبردس افنن سنو شايفة كلبت التارية بأكيد أنا ما منطقاش صح بس على العموم دي ترجمتها برضو بتقول أنا الإله واحد أحد موجد نفسي بنفسي وليس مثلي أحد كلام ده معناه أن فيه فترة من الفترات الطويلة جدا لمصر القديمة كان فيه توحيد بالله نيجي بقى على موضوع تعدد الآلهة اللي كان موجود في فترات أخرى ودي حكاها طويلة جدا 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 لأن الديانة المصرية القديمة من أكثر الديانات المعقدة في التاريخ ولأن برضو مفيش حاجة مؤكدة بنسبة 100% أغلبها نظريات وأساطير يعني مثلا عندنا أكتر من سبع أساطير بتتكلم عن بداية الآلهة في مصر القديمة وفي واحدة من النظريات دي اسمها آلهة التسوع المقدس وتسوع عشان هما تسع آلهة يعني إيه ده ما شاء الله تسع آلهة ده الكورة مقوي استغفر الله عزيم يا رب لا لو أخدت بالك دي نظرية بتتكلم عن أهم تسع آلهة يعني في غيرهم آلهة تانيين بس مش مهمين قوي فما تحطوش في النظرية ده غير النظريات التانية فالموضوع كبير شوية بيني وبينكم لو بدأت الكلام عن الموضوع ده الحلقة تسع ساعات مش هتكفيها فلو عايزين نعمل 3-4 فيديوهات حلوين نتكلم عن الموضوع ده لايك الفيديو وإن شاء الله نعمل الفيديو عنها أول ما الفيديو ده يوصل 25 ألف لايم نجي بقى للديانة الأحدث والأجدد من الديانات دي كلها ديانة اختفت من أقل من ألف سنة الديانة دي تقول للديانة المجوسية وللديانة المصرية القديمة يا جده ديانة كان ممكن في يوم من الأيام تقضي على الإسلام تماما اجتحت العالم كله وكانت حرفيا بتحكم العالم من كوريا شرقا لبولندا غربا ديانة أقوى وأشرص إمبراطورية في الأرض بلا منازل الديانة التنجيرية ديانة المغول طب جات منين الديانة التنجيرية دي عام طارق أنطقة أسيا الوسطى كلها سواء مغول أو غيرهم هي مناطق سهلية كبيرة أراضي وسعة وسامة صفية عارفين جو التخيم في الأفلام أما تكون نهن باللعبة ضهرة كده وتبص النجوم في السماء زي تيمونة وبومبة وتسمع صوت صرصر الحقل شغال أو هم مثلا عانين كده في السماء مع الجو البديع ده أموا أسسوا الديانة التنجيرية وكلمة تنجاري معناها السماء اعتقدوا بوجود إله واحد واختلفوا في طبيعة الإله ده وكانوا بيتخيلوه في أكتر من شكل حسب ما خيالهم يسرح مرة على أنها امرأة كبيرة ملتفة على كوكب الأرض ومرة على شكل قبة كبيرة برضو ملتفة على كوكب الأرض والله مش بعيد لو كانوا جعنيم برضو كانوا تخيلوه سندوتش طعمي ألافف على كوكب الأرض استغفر الله العظيم يا ربي إيه الكفره للحد إله التنجاري ده إله السماء ليه مساعدين ثانويين على الأرض ولكن لا يرتقوا لدركته وما بيتمش مقارنتهم به أبدا يعني زي إجي إله الأرض وهو إله بس لا تنجاري ده أجمل واحد فيهم يعني ما حاتش يوصل لمكانته ولو تفتكروا أنا عملت فيديو عن الأتراك والترك وأصل الأتراك وجم منين وبتاعه كل الدول التركية دي قبل الإسلام كانت تنجارية يعني لو بصنا على الخريطة وشوفنا كل الدول اللي أخرها ستان تركومانستان وكرجزستان واسباكستان كلهم أتراك معادها أفغانستان وباكستان والديانة دي وصلت لبلغاريا والمجر والقوقاز في الغرب لأنهم كلهم تأثروا بالترك وبالدول التركية اللي أنا اتكلمت عنها في حلقة أصل الأتراك والترك والحمد لله بإسلام المغول والأتراك التنجرية شبهم قرضت وتراجعت بشكل كبير جدا جدا وتنجريين أوروبا اللي كانوا في بلغاريا والمجر تحولوا للمسيحية ورغم كل ده الديانة اللي ماتت دي اللي هي التنجرية بترجع تاني دلوقتي ببط عن طريق القوميين الأتراك في دول زي كردوزستان وكازاخستان وطجاكستان وحتى في تركيا وليهم حركات وأحزاب بتطالب عودة التنجيرية كدين للدولة باعتبارها دين أجدادهم الأصليين زي كده ما يطلع لك واحد دماغه على قد يقول لك أنا بعبد أتون وأمون عشان ده دين جدي اللي هو بيتعامله مع الدين معاملة نادي الكورا يعني منشجعها الحلوة والمرة مش اللي هو لا ده سبب الخلاصلية والخروج في الجنة أو في النار ولازم أعمل الصح وبس يا سيدي أنا كده بكون خلصت فيديو النهاردة أنا عارف إن فيها حاجات كتير ما تكلمناش عنها زي الإغريق والبابليين أو الميثولوجية النورسية بتاعت الفايكينج الدين الفايكينج لكن أغلب الديانات دي شبيهة بحد كبير بالدين المصر القدير تعدت آليها وإيه لها مخصص لدهوة يا أخي وإيه لها مخصص لكده حوارات كتير يعني طيب إيه اللي تعلمناه من الفيديو النهاردة يا حبيب أخوك؟ الكلام اللي قلناه في المقدمة إنه الإنسان كان وهو ما زال فطرته السليمة تقتضي وجود معبود أكبر وأعظم منه بشهادة صاحب نظرية التطور دارون اللي بيقول عقلي يملي علي أنه من الصعب بل من المستحيل تخيل هذا الكون الواسع والرائع بما فيه الإنسان أن يولد نتيجة مصادفة عامية وبعد تفكري أشعر أنني مضطر إلى البحث عن سبب أول لديه عقل ذكي بدرجة مختلفة تماما عن ذكاء الإنسان بس يا سيدي والحمد لله على نعمة الإسلام والعقل تستطيع تضغط زر لأعجبني ولا أول مرة تشوفني تستطيع تشارك في القناة تشاهد فيديوهات القديمة تفعل زر الجرس عشان تشوفوا فيديوهات الجديدة أول بأول بإذن الله واشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد مع السلام